موسيقى من المنتظر أن يرافع وزير الرياضة محمد تهمي حول ملف الجزائر المتعلق باحتضان كان 2017 أمام أعضاء اللجنة التنفيذية للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم والتي بذاتها ستفصل الأربعاء في البلد الذي سيحتضن الضورة كما سيقيم اتحاد الكرة المصر مأدوبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في الجمعية العامة للكاف بحضور رئيس الوزراء المصري وكذلك عيسى حياتو وجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي ومحمد رورا ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالإضافة إلى رؤساء اتحادات 52 دولة إفريقية ستلعب مباراة الإيام من الدور الثمون النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية بين ممثل الجزائر اتحاد العاصمة ونادي آسي كالو مالغيني بالعاصمة المالية باماكو بين الواحد والثالث من ماي القادم وذلك بسبب الحضر المفروض على غينيا بعدم الاستقبال على ميدانها لدواعي صحية والمتعلقة بفايروس الإيبولا يذكر أن مباراة الذهب ستجرى بملعب عمر حمدي ببولوغين بين السابع عشر والتاسع عشر أفريل الجاري حقق نادي بورتو فوزا عريضا على ضيفه إشتوري البرايا بخماسية نظيفة في مباراة جرت على أرضية ملعب الدراغاو ضمن مباراة الجولة السابع والعشرين من الدوري البرتغالي وشهدت المواجهة مشاركة ياسين إبراهيمي طيلة ستين دقيقة حيث نجح في جلب ضربة جزاء سجلها زميله ريكاردو كواريزما في الهدف الثالث وحافظ أشبال لوبيتينغي بهذا الفوز على كل حضوضهم في المنافسة على لقب الدوري خاصة أنه لم تعد تفصيلهم عن المتصدر بان في كاسي وثلاث نقاط تكبد نادي فلادلفيا يونيون الأمريكي الذي يلعب له الحارس الدولي رايسن بولحي خسارة قاسية أمام مستضيفه كانساس سيتي بثلاثة أهداف لهدفين برسم الجولة الخامسة من الدور الأمريكي أمالاس وقدم بولحي أداء ضعيفا من خلال ارتكابه العديد من الأخطاء مما جعل الصحفة الأمريكية توجه له العديد من الانتقادات بعد الأداء الذي بات يقدمه حام عرينا المنتخب الوطني في الجولات الماضية وبهذه الخسارة يبقى فريق فلادلفيا قابعا في المركز العاشر برصيد نقطتين ارتقى البريطاني أندري موراي إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الاثنين على حساب الإسباني رافاين نادال الذي بات خامسا وخرج نادال من الدور الثالث لدورة مايامي الأمريكية تاني دورة الماسترز للألف نقطة بخسارته أمام مواطنه فرناندو فيرداسكو في حين وصل موراي إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الصرب نوفاك جوكوفيتش ويغرد جوكوفيتش وحيدا في الصدر بفارق أكثر من أربعة ألاف نقطة عن السويسري روجي فيدرال الثاني أما عند السيدات فدخلت الإسبانية كارلاس واريز نافارو نادي اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي للمحترفات في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها بعد وصولها إلى المباراة النهائية لدورة مايامي الأمريكية للماسترز وخسرتها أمام الأمريكية سيرينو ويليامز فيما حافظت هذه الأخرة على الصدارة العالمية وبفارق ألفي نقطة على الروسية ماريا شارابوفا اشتركوا في القناة